الله اكتب الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي رجاء ولي الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة صدق الله العلي العظيم تحتاج خمس دقائق لتخليل وتنظيف أسنانك وتحتاج إلى خمس دقائق لممارسة رياضة المشي تحتاج إلى خمس دقائق لإستماع أهم الأخبار هذه الأعمال الثلاثة إذا أردت أن تقوم بها كلها كم تحتاج من الوقت خمس عشرة دقيقة لكن تتمكن أن تؤدي كل هذه الأعمال بصورة كاملة في خمس دقائق كيف واضح لأن هذه الأعمال لأن كل عمل منها يرتبط بعضو من أعضاء جسم الإنسان تخليل الأسنان يرتبط باليد والفم الماشي يرتبط بالرجلين الاستماع إلى الأخبار يرتبط بالأذن تتمكن أن تشغل في هذه الأجهزة الذكية نشرة أخبار في نفس الوقت تمشي في الممشى في نفس الوقت تنظف وتخلي الأسنانك هذا إبداع في استغلال والاستفادة من الوقت هذا الإبداع أخذته شركات لتصنيع الأثاث في بعد آخر صنعت بضائع تتضمن أكثر من خدمة جمعت بين سرير وقنفة وطاولة طعام مثلا هذه البضاعة الثلاث صنعت بضاعة سرير تحرك هذا السرير حركة معينة يتبدل إلى قنفة تحركه حركة أخرى يتبدل إلى طاولة هذا إبداع إبداع نفس ذاك الإبداع نفس تلك الفكرة أن الأشياء المختلفة إذا كانت مرتبطة بزوايا مختلفة تتمكن أن تجمع بينها بعض الشركات صنعت أشياء عجيبة لعلكم رأيتم جمع مجموعة من الأشياء أشرين شيء ثلاثين شيء من حاجات الإنسان في داره في مكان صغير هذا إبداع نفس تلك الفكرة ولكن تطبيقها في مجال المكان تلك الفكرة كانت عن الزمن عن استغلال الزمن في أكثر من عمل هذه الفكرة استغلال المكان في أكثر من حاجة لعلك تقول هذا ليس إبداعاً هذا كان موجود ولكن جاءوا بشيء موجود إلى شيء إلى زاوية أخرى في الحياة هو هذا الإبداع الإبداع ما هو؟ الله عز وجل بديع السماوات والأرض إبداع الله يختلف عن إبداعنا إبداع الله خلق الشيء إبداعنا تركيب الأشياء إبداعنا استفادة من شيء في مجال نستفيد منه في مجال آخر هذا الإبداع هو هذا التركيب بين شيء في مجال مع شيء آخر ليس في ذلك المجال هو هذا إبداع هناك إحصائية عجيبة جداً وهي أن الأطفال دون الخامسة من أعمارهم نسبة المبدعين منهم إبداعات تناسب إبداعات مهمة بالنسبة إلى أعمارهم نسبة المبدعين من الأطفال دون الخامسة من أعمارهم أكثر من سبعة وتسعين بالمئة العجيب أين؟ العجيب هو أنه كلما تقادم الطفل في العمر هذه النسبة تنحدر انحداراً حاداً انحداراً شديداً لتصل نسبة المبدعين في من وصلوا إلى ما يقارب العشرين من أعمارهم ثمان عشرة عاماً بهذا الحدود تصل نسبة المبدعين منهم إلى أقل من أربعة بالمئة جداً عجيبة من أكثر من سبعة وتسعين بالمئة تنزل النسبة إلى أقل من أربعة بالمئة الشباب على حدود العشرين بالمئة أقل من أربعة بالمئة منهم مبدعون وهذه النسبة باستمرار تنزل لماذا؟ لعل السبب في ذلك في هذا الهبوط الحاد في نسبة المبدعين في البشر من هذا الأمور إلى بعد ثلاث عشرة عاماً أربع عشرة عاماً لعل السبب في هذا الانحدار في هذا الهبوط الحاد هو أن الطفل لا يعرف مسبقاً كيف يحل مشاكله كيف يدير أموره ما تعلم ما صنعه الآخرون فيضطر أن يبدع طرقاً لنفسه فيبدع في كل المجالات عنده إبداع في الكلمات الطفل أول ما يبدع بالتكلم يبدع هو يصطنع كلمات بالإشارات يفهم الناس ما يريد يبدع في الحركات يبدع في الأعمال لأنه لا يعرف كيف يمكن حل هذه المشكلة كيف يمكن أن يصل إلى هذه الحاجة فيبدع كلما كبر تعلم إبداعات الآخرين فيستغني عن إبداعات نفسه فيعطل هذه القوة الهامة العظيمة في نفسه وهي قوة الإبداع يعطلها شيئاً فشيئاً يعني أن هذه القوة هي موجودة المشكلة أننا نعطلها لماذا نسبة المبدعين فينا قليلة لأننا نعطل هذه القوة القوة موجودة المشكلة أنني لا أجد حاجة إلى استخدام هذه القوة أعطلها تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ثلاث زوايا فيما يرتبط بالإبداع الزاوية الرابعة وهي الأهم كيف نبدع وما هي الأدوات التي نحتاجها في الإبداع ماذا نصنع حتى نبدع كلهم في مجاله طبعاً نحتاج إلى تعلم الأسس للإبداع تعلم الطريق العام للإبداع واضح نحتاج إلى التفكير هذا واضح من جملة الأشياء التي نحتاجها كمراحل طبعاً أولاً نحتاج إلى الإحساس بالمسؤولية نحتاج إلى حب عملك الذي تؤديه أي أن كان الشخص الذي لا يحب عمله لا يكون مبدعاً أصلاً لا يمكن أن يكون مبدعاً لأنه يؤدي الذي طلب منه فقط لا يبدع طبعاً الشخص الذي لا يجد في نفسه إحساساً بالمسؤولية لا يبدعه يؤدي عمله كيف ما أمكن بالمقدار الضروري بالمقدار اللازم طبعاً لا يبدعه الإبداع يحتاج إلى عملية أحياناً تكون دقيقة ثانياً كل إذا المرحلة الأولى وجدت يعني الإنسان أراد أن يبدع الإنسان أحب عمله أحس بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أو حتى بالمسؤولية أمام الناس يأتي الأمر الثاني الأمر الثاني كل ما يخطر في ذهنك سجله كل الإبداعات الشيء الذي يمكن أن يتحقق وشيء الذي لا يمكن أن يتحقق الشيء الذي يصح أن تؤديه وشيء الذي لا يصح أن تؤديه الشيء الذي من المستساغ بين الناس والشيء الذي ليس من المستساغ بين الناس سجل كل شيء في ورقة بعبارة أخرى نزل كل ما في خيالك على ورق على شاشة كمبيوتر على الملاحظات في هذه الأجهزة الذكية صوت أي شيء فرغ كل ما يوجد من خيالك فيما يرتبط بالإبداع في هذا المجال سجله حتى شيء الذي غير ممكن ثالثا فلترة تصفية هذه الأشياء التي سجلتها عشرة عشرين أي مقدار إجعلها في فلترة معينة приб dich فلترت الأمور الممكنة وغير الممكنة كثير منها غير ممكنة أصلا لا تتمكن منها فلترة في الأمور المعقولة وغير المعقولة فلترة في الأمور المستساغة وغير المستساغة نظف إذن لماذا أسجل لماذا أكتب إذا أرادت أن أسجل من البداية لا أكتب لا أكتبه في المرحلة الثانية أكتبه هو هذا يفتح أفاقك حتى الأشياء التي لا تتمكن أن تؤديها كتابتها مؤثر كتابتها يفتح أفقك قوة الإبداع تعمل أحسن إذا كتبت أي شيء بعد ذلك فلتر بعد ذلك صفه أمس كنت أفكر في هذه الخطبة في هذا الموضوع الموضوع عن الإبداع قلت أنا أطبق نفس هذه القضية على خطبتي أبدع المرحلة الأولى موجودة المرحلة الثانية سجل كل ما يخطر ببالك كيف أتمكن أن أبدع في هذه الخطبة الخطبة التي هي عن الإبداع سجلت بالفعل سجلت الفكرة كانت موجودة من قبل ولكن أمس سجلت هذه النقاط مجموعة نقاط سجلتها الشيء الممكن وشيء الذي لا يمكن الشيء المعقول وشيء غير معقول من جملة الأشياء التي كتبتها لتقوية إيصال هذه الفكرة إلى المستمع أن أأتي بلوحة أكتب عليها هذه الفكرة موجودة في المدارس في الجامعات في المعاهد موجودة أستخدم هذه الفكرة الموجودة في مجال خطبة الجمعة طبعاً هذا شيء نوعاً ما يكون إبداعاً إبداع لماذا؟ لأنه يستخدم في مجال لا يستخدم في مجال آخر عادةً في خطبة الجمعة على الأقل في أجوائنا في هذه البلاد عادةً لا تستخدم هذه الأمور استخدامها شيء مهم شيء يقوي إيصال الفكرة يركز الفكرة في أذهان المستمعين ولكن ما صنعت ما جئت بلوحة أكتب عليها لماذا؟ لأنها غير مستساغة في خطب الجمعة في أجوائنا لا يستساغاً يأتي الشخص الخطيب يكتب ففي الفلترة هذا يخرج طبعاً أكثر الأشياء خرجت بالفلترة لأن الإنسان يكتب كل ما يخطر بباله كيف تتمكن أن توصل كيف تتمكن أن تؤدي واجباً أيًا كان الواجب بطريقة إبداعية سجل ثم فلتر هو التسجيل مهم التسجيل يفتح آفاقك هذا ثالثاً رابعاً بعد أن كان عندك حب لعملك تجد إحساساً بالمسؤولية أمام دورك الذي تؤدي وسجلت كل ما يخطر ببالك وفلترت يبقى لك جزء من الأفكار التي خطرت ببالك حاول أن تطبق هذه الأفكار طبعاً هذه الأفكار لعله خمسين بالمئة منها غير قابل للتطبيق أيضاً ستجد ذلك في وقت التطبيق وستجد أن أموراً أخرى كانت قابلة للتطبيق تطبيقها عملية تكون مبدعاً في مجالك قلت لكم بعض الإبداعات صعبة بعض الإبداعات ليست صعبة أصلاً هي أمور سهلة نحن نغفل عنها نحن نبتعد عن أصل الإبداع فلا نبدع تريد أن تبدع تتمكن أن تبدع والدليل على ذلك أن الأفراد المبدعين يبدعون أحياناً الإبداعات عادية يعني الفكرة كانت سهلة والخدمة كانت كبيرة هكذا تكون مبدعاً في مجالك مجالك ما هو أياً كان أياً كان كل إنسان يؤدي عملاً يعني القضية لا ترتبط ببعضنا القضية ترتبط بفرد فرد منا كل فرد من طفل إلى رجل كبير في السن كل فرد يؤدي شيئاً أياً كان ذلك الشيء تتمكن أن تكون مبدعاً سواء كنت فقيهاً تتمكن أن تكون مبدعاً أو كنت خطيباً أو كنت أديباً أو كنت طبيباً أو كنت عالم في الكمبيوتر أو كنت مهندس أو كنت مسؤول عن مسجد أو كنت تدعو في مسجد تقرأ الدعاء في مسجد أو كنت أي شخص معلم مربي أي شخص في أي مجال حتى حتى الخادم الذي يخدم مجموعة من الناس يخدم مكاناً خادم المسجد يتمكن أن يكون مبدعاً يعني القضية ليست خاصة بفئة أنت نعم أنت أنت كل إنسان هو أنا أتمكن أن أبدع الباب ما أغلق في مجالي ما وصلنا إلى القمة خلاص هذا إجمالاً في الإبداع في مجالاتنا والأهم الإبداع في الطريق الديني الإبداع في سبيل الله عز وجل وقد أبدعوا علماءنا الكبار أيما إبداع وقد أبدع المتدينون في شتى المجالات المرتبطة بالدين أيما إبداع اقتداءاً بسادتهم صلوات الله عليه أولئك معجزة في الإبداع توجيههم إبداع بيانهم للحقائق إبداع إنقاذهم عن ناس بطرق إبداعية موعدتهم موعدتهم أترك المعصية أذني فقال وأذنب روعة روعة قمة في الإبداع هذه الموعظة لو سألنا أحد أنا لا أتمكن أن أصبر عن المعصية أذني ماذا كنا نقول له لو كنا لم نسمع هذه الرواية مستحيل أن نقول مثل هذه الكلام العظيم قال عليه الصلاة عادة النسان يقول لا تعصه لا تذنب الذنب شيء سيء الإمام ما قال له هذا قال تريد أن تعصي اعصه لا بس ولكن نسع خمسة أشياء قال عليه الصلاة والسلام افعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت فأول ذلك لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت أنت تأكل رزق الله وتعص الله تتقوى برزق الله على عصيان الله لا يصح والثاني أخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت أنت جالس في بيت الله في ولاية الله في أرض الله تعص الله شخص يأتي إلى دارك يعصيك في دارك لا مع أن دارك فترة في يدك ليست ملكا لك أصلا دارك التي تملكها ليست ملكا حقيقيا والثالث أطلب موضعا لا يراك الله وأذنب ما شئت وجها لوجه أمام إنسان عادي أحبه لأعصيه أريد أن أعصيه في مكان ثاني أعصيه أمام الله تعص الله والرابع إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت والخامس إذا أدخلك مالك مالك مسؤول النار مسؤول جهنم اسمه مالك والخامس إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل في النار وأذنب ما شئت الله أكبر من عظمة هذه الموعظة من روعة هذه الموعظة من الإبداع في هذه الموعظة طريقة إبداعية وما أعظمها في حديث شريف آخر أن رجلا من أهل الكوفة كتب إلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما يا سيدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة ما هو خير الدنيا والآخرة فكتب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد كلمتان عبارتان جملتان فإن من طلب رضى الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس ومن طلب رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام كم هي جميلة من طلب رضى الله حتى لو أن الناس سخطوا عليه همه رضى الله كفاه الله أمور الناس ومن طلب رضى الناس بسخط الله المهم صديقي راضي عني المهم الحكومة راضية عني المهم زوجتي راضية عني المهم فلان راضية عني حتى لو أسخط الله هذا الشخص الله عز وجل يكله إلى الناس انظر ماذا يصنع بك الناس نفس الشخص الذي لأجله عصيت الله هو يضربك هو يؤذيك هو يقتلك هو ينسف وجودك قتلا لجسمك أو قتلا لروحك إبداع إبداع كله كلمات هم إبداع هذا نهج البلاغة كله إبداع كله كله إبداع توجيه إبداع الحقائق بيّنوها بطريقة إبداعية بطرق إبداعية نعم الإنسان الذي لا يركز لا يلتفت إلى هذه أنواع العظيمة من البديع كما أن الذي يقرأ القرآن من دون التفات لا يلتفت إلى بديع القرآن القرآن قطعة من الإبداع قلت لكم لعله في الأسبوع الماضي أو يمكن لعله في وقت آخر لا أتذكر أن هذه الآية يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الآمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هذه الآية فيها من الإبداع أكثر من عدد كلماتها التي تعتبر إعجازا في البديع إعجاز يذكرون تفاصيل ذلك في علم البديع الذي لا ينتبه كلمات آخرين قيل يا أرض بلعي ماءك قضية نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت السفينة على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين كلمات عادية الذي لا يلتفت إلى الإبداع لا ينتبه لا يركز لا ينتبه لا يرتفت نهج البلاغة ركز فيها كلها إبداعا تتمكن أن تكون مبلعا في مجالك أي أن كان هذه القوة العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى الإنسان يستخدمها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما راضيه كما يحبه ويرضه وأن يجنبنا جميع معاصيه وأن يعجل في فرج المبدع في هذا الكون الذي يبدع بنشر العدالة الذي يبدع بنشر العلم الذي يبدع بنشر الخير في هذا العالم مهدية آل محمد الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا